دايماً مصر وقت الأزمات بتقف مع أولادها عمرها ما ثابتهم حتى في أحلك الظروف والمواقف اللي مر بيها العالم كله يعني مش بس إحنا شفنا ده وقت جائحة الكورونا لو حضراتكوا تفتكروا وقت ما العالم كله كان قفى الأبوابه حتى على أولاده لأن مصر كان ليها رأيتين أصرت لأنهم يرجعوا وطنهم ويباتوا وسط أهلهم رغم المخاطر الكبيرة اللي كانت في الوقت ده تحديداً وشفناها مع أولادها برضو وقت الأزمة الروسية الأوكرانية وأخيراً وقفها جانب أولادها عشان يرجعوا تاني لوطنهم خصوصاً مع ارتفاع وطيرة الأحداث داخل السودان لكن رغم الأزمات الاقتصادية الصعبة اللي بنعنيها كلنا في العالم كحال مختلف يعني بلاد العالم كلها لأن بلادنا مصر حرصت على دعم الإخوة في السودان استقبلت ألاف منهم وما قفلتش حدودها زي مثلاً مع أي بلاد تانية احنا ممكن نشوفها وقت الأزمات بتقفل حدودها وسعيتها يقولوا والله احنا حقنا كده يما لو هنفتح حدودنا نشوف ممكن نتفاوض على إيه لكن مصر ما بتعملش كده أبداً وفيه سؤال دايماً بترحه الحقيقة يعني على نفسي كمواطنة مصري هل مصر مضطرة أنها تقف بجانب الدول؟ يعني هي مصر مفروض عليها أن هي تقف جنب أي دولة صديقة أو شقيقة؟ الإجابة بالتأكيد طبعاً نعم لازم مصر تقف جنب أي بلد في العالم لأن ببساطة مصر دولة دايماً بتلعب دور القيادة والريادة في العالم العربي والدور ده مش شرط أن يكون الدفع منه براجماتي يعني نفعي عشان مثلاً تحقيق هدف سياسي أو عسكري أو أي أن كان نوع الهدف إيه لكنه دور إنساني في المقام الأول ومن هنا بتأتي الريادة والحكمة اللي بتتمتع بيها مصر ولنا الفخر كمصريين الحمد لله على نعمة مصر بالتأكيد طبعاً إن موقف بلدنا في الأزمة مع السودان الشقيق وبشهادة إخوتنا يعني في السودان موقف مشرف هيفضل موجود في ذاكرة التاريخ لأن التاريخ دايماً عمره ما بينسي حتى لو الناس نسيت التاريخ ما بينساش بداية من الشعب المصري اللي قدم ملحمة وطنية بتعبر عن أصالة هذا الشعب وعن جدعانة هذا الشعب خصوصاً من خلال استقبال أهالينا في السودان وضيافتهم بترحبوا بقلب واللي خرجت منها مئات الحكايات والقصص على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال مصر واللي أصرت على فتح حدودها لاستقبال الأسر والأهالي من السودان الشقيق بجانب طبعاً دورها المهم في عمليات تهدئة الأوضاع داخل السودان الحقيقة لو عادنا نحكي كتير عن بلدنا وعن مصر والفخر اللي الواحد دايماً بيحس بيه كمصري والمشاهد اللي احنا بنشوفها اللي كلها فرح وبهجة واللي وراها كواليس كتير قوي معقدة وصعب عشان نوصل للحظة دي والله محتاجين حلقات وحلقات